اهلا بكم من جديد الرئيس الامريكي جو بايدن فاجأ العالم بتصريحات تصعيدية تجاه روسيا ورئيسها حيث وصف فلاديمير بوتين بالقاتل بايدن تعهد بجعل روسيا تدفع ثمن تدخلها في الانتخابات الامريكية الماضية ان ثبت ذلك فرد بوتين عليه بالقول ان كل شخص يتحدث عن خصاله المتحدث باسم الكريملين قال ان تصريحات بايدن تقول انه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا ومن هذا المبدأ سينطلق الروس من الان فصايدا تصريحات بايدن دفعت موسكو لاستدعاء سفيرها من واشنطن الذي سيغادر السبت لاجراء مشاورات حول سبل تصحيح العلاقة الروسية الامريكية قالت السفارة ان التصريحات المتهورة للمسؤولين الامريكيين يمكن ان تؤدي الى انهيار العلاقات التي تشهد بالاساس خلافا كبيرا في نهاية المطاف ينطوي التوتر الروسي الامريكي على قليل من الوضوح وعلى كثير من الدبلوماسية فالى اين ستمضي السجالات المتبادلة بين زعيمي البلدين وهل تنعكس تلك التوترات بين موسكو وواشنطن على تلك الملفات المرتبطة بهما في المنطقة العربية ومناطق اخرى من العالم مأزق العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بات عميقا الى درجة تصعب معرفة نهايته موسكو استدعت سفيرها من واشنطن وقالت ان بقاءه للتشاور قد يستغرق كل ما يستلزمه من وقت وهي اشارة الى ان الازمة ستظل مفتوحة الى امد غير محدد تهام الرئيس الامريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتن بانه قاتل وسوف يدفع الثمن تم النظر اليه في موسكو على انه جنون سياسي وتجاوز لكل الحدود بوتن قدم ردا متحفظا لكي لا يثقب القارب متمنيا للرئيس بايدن ان يتعافى مأزق العلاقات بين موسكو وواشنطن يمكنه ان يترك تأثيرا مباشرا على كل خطوط التماس بين الطرفين في المنطقة واولها سوريا حيث توجد للطرفين قوات وقواعد فاذا كان من المستبعد ان تتحول المواجهة هناك الى صدام امني فان المواجهة السياسية يمكن ان تزداد حدة وهو ما قد يعني ان الحلول التي كان من الممكن التوافق بشأنها للازمة سوف تتعثر الازمة مع ايران بشأن الملف النووي خط تماس اخر وهو قد يدفع الى توتر غير مسبوق اذا منتهت ايران الى بلوغ الحد الحرج من عمليات تخصيب اليورانيوم واذا ما حصلت على غطاء ضمني من موسكو لمواصلة تحدي مطالب واشنطن وهناك تركيا ايضا فالرئيس بايدن الذي قال انه لن يكبح نفسه في قول ما يشاء في مواجهة بوتن لن يكبح نفسه ايضا في قول ما يشاء لرجب طيب اردوغان بشأن نظام الصواريخ الروسية اس 400 ولكن النتيجة قد توفر الذريعة لاردوغان لكي يزداد ميلا الى روسيا على حساب علاقاته مع الولايات المتحدة بوتن دعا بايدن الى ان يحسب الحساب لروسيا وهي اشارة كاد تقول اينما وجدت ازمة تكون الولايات المتحدة طرفا فيها فان روسيا ستكون حجر عثرة مشاهدين اهلا بكم الى الجزء الثاني من البرنامج وارحب بضيفية من موسكو السيد يافغيني سيدروف الكاتب والمحلل السياسي وايضا معنا من واشنطن عبر خدمة سكايب الدكتور ادمون غريب واستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون اهلا وسهلا بكم دكتور ادمون غريب الرئيس بايدن سياسي مخضرا بطبيعة الحال ولا يتكلم او يتصرف بحكم ردود الافعال وحين يقول ان الرئيس الروسي يصفه بالقاتل ويتوعد روسيا بدفع الثمن الرجل يعرف ما يقول بالتحديد هل يمكن القول هنا ان هذه الكلمات الخشنة هي بداية مرحلة مواجهة بين بايدن الولايات المتحدة وبين بوتن روسيا بنيشك ان الواضح كان هناك اعتقاد على الاقل في البداية بانه ربما لدى مجموعة طبعا نسبيا قليلة في وسائل الاعلام وبعض الخبراء وبعض الدبلوماسيين الامريكيين السابقين بان تصريحات بايدن ربما كانت زلة لسان لان خاصة ان الرئيس بايدن يواجه منذ فترة هناك عدة زلات حدثت ولكن توضح بان الرئيس يقصد ما يقول وبانه يعني ما يقول وخاصة بعد ان اعلن متحدثون باسم الخارجية والبيت الابيض مواقف تبنى ومواقف تظهر بان ما قاله الرئيس هو ما كان يقصد قوله وبالتالي فان هذه التصريحات او هذه الكلمات والاوصاف التي استخدمت وشخصنا الصراع القائم ايضا بين الولايات المتحدة وبين روسيا هو وصل بان هذا الصراع هذا التنافس بين البلدين قد فعلا وصل الى مرحلة جديدة ايضا قيام الروس باستدعاء سفيرهم في واشنطن اناتول انطنوف الى موسكو للتشاور هي ايضا رسالة مهمة جدا وهذا يظهر بان العلاقة السلبية التي شاهدتها حالة العلاقات بين البلدين خلال السنوات الاخيرة هي التسير نحو التصعيد والتوتر والمزيد من الخلافات والصراعات بدلا من التعاون والهدوء كما شاهدنا على الرغم من ان البلدين والمسؤولين في البلدين الرئيس الروسي ومسؤولين امريكيين لا يزالوا حتى اليوم يقولوا بان هناك بعض المجالات التي يمكن التعاون حولها مثل مثلا كما رأينا في موضوع ستارت الجديد ولكن هناك اسئلة كثيرة حول امكانية التعاون وإلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الصراع وهذا التنافس بين البلدين سيدي أفغيني الرئيس الامريكي بدأ واثقا مما يقول بان روسيا ستدفع الثمن عن تدخلها في الانتخابات الامريكية واستعير كلمات الدكتور إدمونغريب بانه شخصا الخلاف بينه وبين الرئيس الروسي بوتين بالمقابل روسيا استاءت صحيح من هذه التصريحات ولكنها بدأت صبورة وحكيمة وردت بكثير من الحكمة كيف يفسر هذا الموقف من الروس؟ نعم مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين وأضيفك الكريم أعتقد بأن هذا يفسر ببساطة شديدة روسيا لا تريد أن تلجأ إلى نفس السليب التي لاجئ إليها الرئيس بايدن في هجومه على الرئيس الروسي الأمر الذي يعتبره الكثيرون في موسكو وفي روسيا هجوما على البلاد على الدولة الروسية وليس فقط على زائمها هذا من جهة من جهة أخرى طبعا من الصعب الآن أن يتصور المر يعني لسيما في روسيا أن هناك أي احتمال وإن كان متدنيا جدا لتطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن في أي مجال من المجالات ووضح تماما أنه لابد من أن يمر وقت طويل ربما قبل أن يعود الأمر إلى طبيعته وربما لن يعود قريبا ولكن مع ذلك كما نعلم الرئيس بوتين مؤخرا منذ بدع الساعات اقترح على نظيره الأمريكي مناظرة تلفزيونية عبر نظام أونلاين فهو بذلك يريد أن يسترد استعداده للتباحث مع بايدن في أي أمور من المشكلات الشائكة ومختلف الأمور التي ربما تشكل موضع خلاف بين البلدين ننتظر الرد الأمريكي على مثل هذا الاقتراح ولماذا يدعوه إلى مناظرة تلفزيونية ألا يكرس هذا فكرة بأن القضية هي شخصية أكثر من كونها خلاف بين دولتين لا إذا كان الحديث يدور عن خلاف بين الدولتين فيجب على الرئيس بايدن أن يدع الأوراق على طاولة كما يقولون ولا يستخدم لغة التلبحات بدون أن يسوق أدلة دامغة على دلوع موسكو في هذا أوزاك مثلا مما يتهم به الزعيم الروسي وروسيا عموما وبالتالي عليه أن يكشف عما لديه من هذه الأدلة والوقاعة التي ربما تدل برأيه على أن روسيا تدخلت ويجعلت إلى بعض الأسليب غير شرعية في تعاملها مع الولايات المتحدة كما يزعمون طيب سيد أدمغ غريب هنا تبدو هذه نقطة مهمة وتحتاج إلى التركيز حتى كلام الرئيس بايدن قال سنعاقب روسيا وإذا ما أثبت بالفعل تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو أقرن إذا أي أنه حرف تحقيق ربما نعم وربما لا ألا يستدعي هذا من الرئيس الأمريكي أن يعطي وقت للتحقيقات وتأخذ التحقيقات طابعها المؤسسات ومن ثم نذهب إلى عقوبات أو جفوات دبلوماسية بدل أن يكون الأمر سجال بين الرئيسين تصريحات الرئيس الأمريكي كانت إلى حد كبير مبنية أيضا على تقرير استخباراتي هذا التقرير الاستخباراتي قال بأنه كان هناك تدخل محاولات للتأثير على نتائج الانتخابات ليس فقط في 2016 ولكن في 2020 وأن الروس حاولوا الإيرانيين للحد الأقل وحتى الصينيين وبتردد أو كان هناك تردد صيني للتأثير على نتائج الانتخابات ولكن في نفس الوقت لم نرى أدلة في هذا على الأقل ما نشر من هذا التقييم الاستخباراتي الأمريكي لم يكن هناك أي أدلة تثبت صحة هذه المسألة ولذلك فأنه كان هناك أعتقاد بأن المسألة إلى حد كبير هي أولا هناك هذا الاعتقاد موجود لدى عدد كبير من الديمقراطيين أن الروس وكانت الاتهامات بعضهم ربما استغلوا الأمر بعضهم ربما مقتنعون به وهو أن الروس تدخلوا في الانتخابات كانوا تواطئوا في حملة ترامب وروسيا لإيصال ترامب إلى البيت العابية على الرغم من أن تقرير مولر أثبت فيما بعد بأنه لم يكن هناك أي تواطئ ولم تكن هناك أدلة على ذلك ولكن هناك هذا الاعتقاد لا يزال ساهد حتى اليوم هناك أيضا عقلية الحرب الباردة التي لا تزال موجودة لدى بعض القيادات الأمريكية وفي المؤسسة الأمريكية إن كانت السياسية أو الإعلامية أو البحثية أو غير ذلك بالإضافة إلى ذلك وأعتقد أن هذا هو ربما السبب الأكثر تأثيرا وهو أن هناك في نفس الوقت اعتقاد بأن العالم الآن قد بدأت التغير وإن كانت هناك حتى الآن نسب كبيرة من القيادين الأمريكيين يعتقدوا أنها لم تتغير بطريقة أن الولايات المتحدة قد تغيرت والعالم قد تغير ولكنهم بدأت بعض يعتقد بأن هناك تغيرات على المستوى العالمي تهدد القيادة الأمريكية للعالم وأن هذا التهديد يأتي من روسيا ويأتي من الصين وبالتالي فأن الولايات المتحدة ترى بأنها يجب أن تتحرك لمواجهة هذه التهديدات وهذه الرؤية موجودة الآن لدى عدد كبير من القيادين في وسائل الإعلام في بعض براكز الأبحاث خاصة في أوساط الليبراليين الجدد والمحافظين الجدد في الكونغرس وفي الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبالتالي فأن هذه هي أحد النقاط وهناك طبعا الخلافات الكثيرة هناك خلافة في سوريا سراء في ليبيا سأسأل عن هذه النقاط في التفصيل دكتور إدمون ولكن دعنا نجزئ الملفات سيدي أفغيني سدروب هذا التصعيد هذا التسخين ما بين الولايات المتحدة وروسيا كيف يمكن أن ينعكس على المناطق التي يتواجد فيها الروس والأمريكيون أو لهم مصالح متضاربة سوريا مثلا لشك أنه سينعكس سلبا على المناطق التي يتواجد فيها الروس والأمريكيون ومنها سوريا كما تفضلت يعني المشكلة أنه مثلا كان الكثيرون بعد تولي بايدن رئاسة البيت الأبيض كانوا يتوقعون بأن هناك ربما توسيعا ما للتنسيق والتعاون بين الروسيا والولايات المتحدة في سوريا سواء على سعيد مكافحة بقايا داعش أو أمور أخرى تتعلق بالأوضاع الداخلية في سوريا الأوضاع على الأرض والأوضاع المرتبطة بإعادة الأمار والآخرين الآن لا يمكن القول أن مثل هذه التوقعات ستتحقق عما قريب بل ربما الأكثر من ذلك سوف يكون هناك مزيد من التباعد بين موسكو وواشنطن في رؤية كل منهما فيما يتعلق بالأزمة السورية والتعامل معها وهذا سينعكس سلبا سواء على الأوضاع في سوريا أو في المنطقة كلها المشكلة أن بايدن عندما أتل بهذا التصريح ربما لم يفكر في شيء آخر ليس له علاقة مباشرة بالعلاقات الروسية الأمريكية وإنما انعكساتها ومآلاتها على الوضاع العالمية دولتين هما أكبر دولتين في العالم للأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة يجب أن يتحمل كل منهما على مصائر العالم على الأمن والاستقرار الآن بعد هذا التصريح يصبح الوضاع أكثر تعقيدا ويتجه نحو المزيد من التصعيد وهذا بدوره سينعكس سلبا سواء على البلافات الإقليمية والدولية أو على الوضاع الأمنية بشكل عام في العالم دكتور أدمون غريب بالنسبة لإيران والاتفاق النووي إلى أي مدى هذا الخلاف يفتح مجال لإيران أن تصعد أكثر في معاندة الولايات المتحدة أو حتى تخصيب الإيرانيوم وتستمتع وتتمتع باغطاء من روسيا نكاية بالولايات المتحدة أعتقد بدون شك كما ذكر أضيفك الكريم من موسكو أعتقد أن الرؤى لدى القيادات الأمريكية والروسية ستتجه باتجاه التباعد أكثر مما ستتجه باتجاه التعاون إيران طبعا هي أحدى الملفات المهمة روسيا كانت تدعم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية وتدعم أيضا عودة إيران لأنها لا تريد رؤية إيران نووية وبالتالي فأن ولكن هذه أيضا قد تؤثر قد نرى تعاون امتتاح أكبر للتعاون بين روسيا وإيران وطبعا هذا أيضا قد نرى في مجالات أخرى ربما سنرى تعاون أكبر مع القوى التي المعارضة والمعادية للولايات المتحدة علما أن هناك أنباء أن الزيارة الأخيرة التي قام بها ممثلون عن حزب الله إلى موسكو أدت كما على الأقل كانت هناك بعض المعلومات لا أعلم مدى صحتها وربما ضيفك الكريم من موسكو يستطيع أن يؤكدها كان هناك مطالبة لحزب الله بالانسحاب من سوريا ولعب دور في التوصل إلى حل سياسي وبالتالي فأن هذا أعتقد أنه سيتغير هناك قلق لدى بعض الدبلوماسيين الأمريكيين بأن ربما قد نرى مواجهات جديدة في أوكرانيا ربما أيضا هناك اعتراضات من قبل الطائرات الروسية المقاتلة لطائرات أمريكية فوق البحر الأسود فوق القطب الشمالي وفي مناطق أخرى وبالتالي فبالإضافة إلى كل ذلك هناك أيضا مخاوف لدى بعض الدبلوماسيين الأمريكيين المخضرمين من أن هذه المواقف خاصة تلك التي تتبناها الإدارة الأمريكية الحالية وحتى السابقة تدفع روسيا والصين لأحضان بعضهم البعض وأن هذا سيشكل تهديدا أكبر للولايات المتحدة وللمصالح الأمريكية ولكن رأي هؤلاء هو رأي الأقلية على الأقل حتى لا سيدي أفجيني نتحدث مثلا عن مثال آخر في المنطقة العربية والإقليمية تركيا استياء الولايات المتحدة من سياسات الرئيس أردوغان وملف صواريخ الأس 400 إلى أي مدى يمكن أن يدفع الأتراك والروس إلى التقارب أكثر نكاية بالولايات المتحدة أنا لا أستفعل ذلك وأعتقد رغم أن كثيرا ما يقال بأن العلاقة بين روسيا وتركيا لسيما في سوريا وغيرها من الملفات والقطاعات تحمل طبع الشراكة مرحلية إن صح الطبير رغم كل ذلك أنا أعتقد بأن المزيد من التقارب بين روسيا وتركيا أمر ممكن ليس فقط فيما يتعلق بقضية الصواريخ الأس 400 وإنما من خلال مثلا تنشيط أو تفعيل نشاط صيغة يعني مفاوضات جديدة تمخذت عنها زيارة وزيرة الخارجية سيرجي لافروف إلى منطقة الخليج وهذه الصيغة هي روسيا تركيا وقطر كما هو معروف أعتقد بأن هذا الأمر يمكن أن يحقق المزيد من التقارب بين روسيا وتركيا رغم طبعا خلافاتهما في عدد من الأمور المتعلقة بالوضاع للأرض وبشكل عام بكيفية تعامل مع الأزمة السورية بشكل عام دكتور عدمون غريب هنا تصريح لافت للرئيس الروسي الرئيس الروسي بوتين دعا الرئيس بايدن لأن يحسب حساب روسيا روسيا هي ليست روسيا قبل عشر سنوات لأن روسيا في تفسير هذا القول يمكن أن تتحول إلى حجر عثرة في طريق الولايات المتحدة ما هو الملف الأخطر الذي يمكن أن تخشى الولايات المتحدة فيه من دور روسي معرق لها في أين؟ أين من الملفات؟ من الصعب القول ذلك وأن هناك ملفات بعضها مثلا الملف الأوكراني مهم جدا وخطر جدا أيضا لأن هناك الآن احتمالات هناك بأن الحكومة الأوكرانية قد تتحرك أولا تقول أن لديها رؤية لحل ولكن أنه إذا على المناطق المنفصلة إلى حد ما والمدعومة روسيا وإذا لم تأخذ موقفا إيجابيا فأن الحكومة الأوكرانية قد تفرض ذلك عليها فرضا وتقوم بتحرك لإجبارها على ذلك إذا حدث ذلك فإن هذا قد يعني حدوث مواجهات عسكرية جديدة خطرة في تلك المنطقة هناك الآن منطقة البحر الأسود حيث أن حلف الأطلسي يحاول أن يكون متواجدا في البحر الأسود وبالتالي فإن هذه ورسال سفن حربية ورسال طائرات حربية أيضا قيام الروس باعتراضهم الملف السوري أيضا قد ممكن أن يتدهور ونرى فيه احتمالات خاصة أن هناك تواجد أكبر الآن لروسيا للقوات الروسية في منطقة شمال شرق سوريا مما كان عليه الوضع سابقا وهذه هي المنطقة التي أيضا توجد فيها القوات الأمريكية هناك العديد من القضايا ولكن برأيي هذه الملفات ربما قد تكون الأخطر والخطر هنا هو أنه ليس لأن روسيا والولايات المتحدة ترغب في أي مواجهة لا أعتقد أن لا القيادة الروسية ولا القيادة الأمريكية ترغب في مواجهة أسكرية ولكن قد يحدث شيء يؤدي عن طريق الخطأ أو أمر غير مقصود إلى حدوث مواجهة أسكرية وهنا الخطر لأن البلدين لديهما القدرة على تدمير بعضهم البعض أجزاء كبيرة من بلديهما ومن حتى مناطق أخرى من العالم وهنا يأتي الخطر سيد يفغيني سيدروف ما هي المساحة الأخطر ذات السؤال نفس السؤال ما هي المساحة الأخطر التي يمكن أن نقول أن النقاط الحمراء قد اشتعلت فيها إذا ما حدث تماث في الملفات العالقة بين كل الأطراف الأمريكية والروسية وهي بطبيعتها متنافرة في كل مكان أنا أعتقد أن مثل هذه النقاط كثيرة جدا فربما سيكون هناك المزيد من التباعد في أمور تتعلق بالمعاهدات والاتفاقات الخاصة بالأسلحة الاستراتيجية وغيرها لا يمكن أن يتصور البر أن روسيا ستوافق حتى إذا ورد اقتراح من الولايات المتحدة على التباحث في هذه الأمور قبل أن يقدم الجانب الأمريكي اعتذار عن هذا التصريح الذي أدل به الرئيس الأمريكي وقبل أن تعود الأمور ربما إلى مجرىها التابعي بحكم أهمية التطورات القادمة الآن من الصعب أن نتصور أين هي نقاط تماث محتملة يمكن أن يدور حولها أي تنسيق بين موسكو وواشنطن وكل دلائل تشير إلى أن الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد ولكن على الطرفين ربما أن يفزل كل ما بوصعهما لإيجاد نقاط تماث لكي يعود إلى الحوار في أجواء بناءة بدلا من التبادل بالاتهامات ولسيما أن هذه الاتهامات بدأ بتوجيهها الرئيس الأمريكي إلى روسيا دكتور أدموند بنصف دقيقة أو أقل هل سيعتذر الرئيس الأمريكي بايدن عن هذا القول وصف الرئيس الروسي بالقاتل أم سنذهب إلى التصعيد أعتقد أننا سنرى المزيد من التصعيد ربما كان هناك فرصة بين الأمس واليوم بين الإدلاق والتصريح كان هنا ولكن عندما قام المسؤولون الآخرون والمتحدثون باسم البيت الأبيض الخارجية بتكرار ما قاله الرئيس والتعبير أن هذا لم يأتي كان أعلام بأنه لم يأتي عن طريق الخطأ هذا يعني بأن الإدارة مستمرة في محاولة الضغط على روسيا وهذا يعني التصعيد الاستمرار في التصعيد في التوترات جزيلا لك من واشنطن عبر خدمة سكايبل دكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعات جورج تاون شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا إلى ضيفنا في موسكو سيدي أفغيني سدروف الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لكم إذن مشاهدين ينتهي وراء الحدث شكرا على كرم المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة